موسيقى الرئيس أسيسي يشهد أداء حلف اليمين لعدد من المستشارين ويؤكد أهمية دور القضاء وهيئة نياب الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة مدبولي يشهد بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة استفاف عشرين مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية ويوجه بحملة إعلامية لتعريف المواطن بأهمية المراكز وروسيا تدعو نيتو لمناقشة ملف محطة زابوريجيا في قمته القادمة وكييف تؤكد أن المفاعل الأخير بالمحطة يشكل خطرا متزايدا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي أهمية دور القضاء وهيئتي النياب الإدارية وخضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح أسيسي شهد اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد رئيسا لمحكمة النقد والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيسا لهيئة قضايا الدولة قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد القاضي محمد عيد محمد محكوب رئيس محكمة النقد السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد المستشار محمد 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 بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرر رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد رئيساً لمحكمة النقد أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس للعدل وأن أحتلب القوانين يعين السيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة للدارية أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالزمة والصفق وأن أحترم الدستور والقانون يعين السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيساً لهيئة قضايا الدولة أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتين نيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئة القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوسيط المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مايو من العام الجاري وخلال الجلسة العامة للمجلس أكد رئيس المجلس أن هذه الخطوة تسهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر كما أن بعض نصوص مشروع القانون جاءت استجابة لتوسيط المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أولى جلساته برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجاري والتي تعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر ويعد هذا المشروع بقانون امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التي يجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئةً ومناخاً استثمارياً داعماً ومحفزاً للاستثمار في مصر وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أمام مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة صفف عشرين مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لخدمة محافظة طيال اسكندرية ومطروح يأتي ذلك في إطار تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بي التوسعي في وسائل تقديم الخدمات الحكومية تيسيراً على المواطنين خلال تفقده المراكز المتنقلة أكد مدبولي أن هذه المراكز تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والإسراع في تحويل القطاع الحكومي إلى كيان قائم على تكنولوجيا التحول الرقمي والإجراءات المميكنة ووجه مدبولي بتصميم حملة إعلامية موسعة للترويج لهذه المراكز المتنقلة وذلك لتعريف المواطن المصري بأهميتها أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجهود لجنة الطبية العليا والاستغافات بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في الاستجابة المميزة والتعامل الفوري مع الحالات على مستوى المحافظات جاء ذلك خلال متابعة مدبولي تقريرا حول حصاد الجهود المبدولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغافات خلال النصف الأول من عام 2023 وأشار التقرير إلى أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشاري إليها إلى نحو 4606 حالات رصدت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على تقرير وكالة فيتش سولوشنز الأمريكية الذي توقع أن تستمر حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا وأشار المركز إلى توقعات الوكالة بزيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوي مع وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في العام 2023 مقابل 11.7 مليون وافد في العام 2022 بما ينعكس على الإيرادات السياحية التي من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة ذاتها ووفقا للجنسيات الوافدة لمصر في العام 2023 من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون الوفودة القادمة إلى مصر بأعداد يتوقع أصولها لنحو 8.6 مليون سائح أوروبي في العام 2023 أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن النواب المجلس يدينون ويرفضون بأشد العبارات والمعاني لاعتداءات الإسرائيلية السفرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية وأكد رئيس المجلس أن النواب حذروا من تدعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين والتي لن ينتج عنه سوى إذكاء نيران الاحتقان وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة تنتهك أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وحرمة المدنيين الأمنين ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة تنتهك أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وحرمة المدنيين الآمنين فقد شاهدنا جميعا العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة جلين الفلسطينية ومخيمها مما أصفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحة ولم يقف عند هذا الحد بل أغار بلا هوادة على مدينة غزة وشدد حصاره على مدينة القدس ومن تحت قبة مجلس النواب المصري يدين نواب الشعب ويرفضون بأشد العبارات والمعاني الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والمتكررة ضد المدن الفلسطينية ويحذرون من التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين والتي لن ينتج عنها سوى إسكاء نيران الاحتقان وتوسيع دائرة العنف بين الطرفين وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المسلحة وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في بيان لها أكدت الوزارة أن ما شهدته بلدة كفرقدون شمال الضفة من اعتداءات إسرائيلية تؤكد تكامل الأدوار ما بين الجيش والمستوطنين في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف الشعب الفلسطيني والمزيد من تخريب الممتلكات في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من أسلاحي على المستوطنين اتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من محافظتين نبلس ورمالا شمالا ووسط الضفة الغربية المحتلة أضفت مصادر فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين قوات الاحتلال وأهل ترمسعية بعد اقتحامها وفي سياق متصل أكدت لينستين نسيف نائبة المفوض العام لوكلة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات في مخيم جنين بعد تعرض المدينة ومخيمها لعدوان إسرائيلي الأسبوع الماضي وخلال جولة تفاقودية نظمتها الأونروا لمخيم جنين بمشاركة وفد ضم عددا من المسؤولين الأمميين والديبلوميسيين من 25 دولة أشارت المسؤولة الأممية إلى النقص الشديد في التمويل ندد الأمين العام أنطونيو جوتيرش للأمم المتحدة أو للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بضربة جوية أسفرت عم مقتل 22 شخصا في الأقل وذلك في مدينة أم درمان السودانية وقال نائب المتحدة باسم الأمين العام فرحان حق أن جوتيرش عبر أيضا عن قلقه بشأن تجدد القتال في ولايات شمال كوردفان وجنوب كوردفان والنيل الأزرق كما جدد جوتيرش دعوته إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بوقف دائم للأعمال القتالية دعا منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفث دعا إلى استمرار تقديم الدعم والمساعدات إلى شمال غرب سوريا ومناطق لازمات الأخرى أشار جريفث إلى قضية العنف القائم على نوع الاجتماعي في دول مثل جمهورية الكونغو والديمقراطية إضافة إلى الأزمة في السودان وقال إن مجلس الأمن الدولي سمح باستخدام آلية إيصال المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وذلك لأول مرة في العام 2014 من المقرر أن ينتهي تفويض مجلس الأمن باستخدام هذه الألية في العاشر من يوليو الجهري مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن تمديد هذه الألية المنقذة للحياة تمر بمنعطف حاسم أعلنت سلطة الإيطالية رفع الحظر الذي تفرضه منذ عشر سنوات على الطيران المدني الليبي وفي بين الله أوضحت الحكومة الإيطالية أن الرئيسة وزراء إيطاليا جورجية ميلوني أبلغت نظرها الليبي عبد الحميد ذي بيبا بأن روما رفعت حظرا تفرضه منذ عشر سنوات على الطيران المدني الليبي مضيفة أن الرحلات ستستأنف في ستمبر المقبل بحث رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي أهمية تكامل ما بين السلطة التنفيذية والتشرعية في بيان له أكد السوداني أنه تم بحث سيري تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على أولويته التي تلبه متطلبات وتطلعات المواطنين على مختلف الأصائدات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات على المستوى الوطني والجهود التي تبدلها القوى السياسية واللجان البرلمانية لمواكبة سير عمل الجهاز التنفيذي من أجل استكمال الجوانب التشرعية والرقابية بما يعزز عمل الحكومة ويدعمها في تنفيذ براميها استقبل الرئيس الأوكراني فلاطمير زالانسكي نظيره البولندي أندريا دودا حيث زار إحدى الكنائس بمدينة العطسك بغربي أوكرانيا وذكرت وسائل علام أوكرانية أن الزيارة تأتي قبيل قمة حلف شمال الأطلنطين نيتو المقاررة في لتوانيا بالعاصمة بلينيوز في الحادي عشر والثاني عشر من يوليو الجاري أعلن وزير دفاع بولندا نقل أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية إذا ذلك وسط تزايد القلق في بولندا من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاغنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتري على حدودها نحو الحدود الشرقية يصل أكثر من ألف جندي بولندية وسط تزايد القلق في الدولة العضوة في حلف شمال الأطلنطي من أن يؤدي وجود مقاتلي مجموعة فاغنر في بيلاروسيا إلى زيادة التوتر على الحدود بولندا وعلى لسان وزير دفاعها ماريوس بلاشتشاك أشارت إلى نقل أكثر من ألف جندي ونحو مائتي وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثاني عشر والسبع عشر إلى الشرق البلاد كما أكد وزير الدفاع أن تلك الخطة توضح مدى استعداد وارسو للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من الحدود تأتي تحركات بولندا تلك بعد أن منح الرئيس روسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر التي يرأسها ييفيجيني بريجوجين حرية الانتقال إلى بيلاروسيا وهو القرار الذي تسبب في تخوف أعضاء الحلف الشرقيين من أن يؤدي وجودهم إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور حدودها مع بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة حيث قال حرس الحدود البولندي أن أكثر من مائتي شخص حاولوا العبور بشكل قانوني الجمعة الماضية وتتهم بولندا بيلاروسيا بإحداث أزمة مهاجرين مصطنعة عبر الحدود بينهما منذ عام 2021 من خلال نقل أشخاص من الشرق الأوسط وأفريقيا ومحاولة دفعهم عبر الحدود تشدد ليتوانيا الإجراءات الأمنية في العاصمة بيلينيوس وعلى الحدود مع روسيا وبيلاروسيا لتأمين قمة الناتو المزمع يقضها يومي الحد عشر والثاني عشر من يوليو الجاري وأوضحت ليتوانيان تهديد نظام الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو باستخدام الأسلحة النووية ضد العالم بأسره يولد الكثير من القلق إلى حصن محاط بأسلحة متطورة تحولت مدينة فيلينيوس الليتوانية التي تستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء الحلف الآخرين خلال قمتهم التي تعقد على مدى يومي الاثنين وثلاثة ستة عشر من الدول الأعضاء في الحلف أرسلت ألفي جندي تقريبا لحماية القمة التي ستعقد على بعد 151 كم فقط من روسيا كما قدمت العديد من الدول الأعضاء أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق كذلك نشرت ألمانيا إثنتين عشر قاذفات صواريخ باتريوت والتي تستخدم لعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز أو الطائرات الحربية كما نشرت أسبانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي ناساماز فيما نقلت فرنسا وفنلندا والدنمارك أيضا طائرات عسكرية إلى لتوانيا وقدمت المملكة المتحدة وفرنسا دفاعات مضادة للطائرات المسيرة إلى ذلك أرسلت بولندا وألمانيا قوات عمليات خاصة معززة بطائرات هيليكوبتر في حين أرسلت دول أخرى مستلزمات لتعامل مع أي هجمات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية محتملة كانت لتوانيا زادت قوات حرس الحدود على الحدود مع بيلاروسيا وروسيا خلال الصيف إلى ثلاثة أمثال وعززتها بجنود من لاتفيا وبولندا هذا وتنفق كل من دول البلطيق لتوانيا وإستونيا ولاتفيا أكثر من 2% من حجم اقتصاداتها على الدفاع وهي حصة أكبر من التي ينفيقها معظم أعضاء الحلف الآخرين لكن بالنسبة للمنطقة التي يقتنها إجمالي 6 ملايين نسمة فقط فإن هذا الإنفاق لا يكفي لامتلاك جيوش كبيرة أو الإنفاق على الطائرات المقاتلة أو نظام الدفاع الجوية المتقدم وهو ما ظهرت الحاجة إليه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ أكثر من 16 شهرا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا قالت أنه يتعين على زعماء حلف شمال الأطلنطي وناقشت وضع محطة زابوري جنوية في أوكرانيا في قمتهم المزنعة هذا الأسبوع هذا ومن المقرر أن يكتمع زعماء حلف شمال الأطلنطي في العاصمة الليتوانية بيلينيوس يومي الحادي عشر والثاني عشر من يوليو ألغاري لمناقشة عدد كبير من الموضوعات تتروح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مغزونات الدخيرة ومراجعة خطط الدفاع لأول مرة منذ عقود وتهمت زخروفا أوكرانيا بإلحاء ضرر ممنهج بمحطة الزابوري جنوية مؤكدة أنه يجب أن تتهم أو تهتم قمة كييف الأطلنطي بهذا الأمر قال الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم سرغي أكسينوف أن أنظمة الدفاع الجوية روسية أسقطت صاروخ كروز قرب مدينة كريتش وأضاف أكسينوف أن الواقع لم تتسبب في أضرار أو إصابات دون أن يحدد موقع انطلاق الصاروخ وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في العام 2014 أصبحت الآن مقر أسطولها في البحر الأسود في حين تسعى كييف لاستعادة السيطرة على القرم قال ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أندريا يوسوف أن المفاعل الأخير في محطة زابوريجيا لأطاقة النوية لا يزال حاليا في حالة إغلاق ساخن وقال يوسوف أن المفاعل لا يزال يشكل خطرا متزيدا مشيرا إلى أن المخابرات الأوكرانية نشرت خريطة للألغام والحواجز المتفجرة التي وضعتها القوات الروسية حول محاطة زابوريجيا للطاقة النووية أفد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسك بابلو كريلينكو بأن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونسك خلال اليوم الماضي وفي غضون ذلك استهدفت طواقم المدفعية الروسية S-60 المضادة للطائرات استهدفت نقطة ارتكاز تتحصل فيها قوات كياب في مدينة لوانسك وذكر الجيش الروسي أن المدفع S-60 تمكن من إصابة نقطة الارتكاز على بعد أكثر من خمسة كيلو مترات وأكد الجيش الروسي أن تواقم الجنود العاملة على هذا السلاح تحاول إطلاق أقل عدد من القذائف وتعديل الإطلاق بمساعدة الطائرات المسيرة لما يساعد بشكل كبير في تحقيق دقة في الإصابات ويوفر في الذخيرة أعلنت هيئة الاستخبارات البريطانية عودة أعمال العنف مجددا في مدينة بخمود بعد فترة هدوء خلال شهر يونيو الماضي وأوضحت الاستخبارات البريطانية أن القوة الأوكرانية حققت مكاسب ثابتة في كل من شمال وجنوب منطقة بخمود في منطقة دونسك ومن المرجحة أن القوات الروسية تعاني من معنويات سيئة والقدرة المحدودة على العثور على المدفعية الأوكرانية وضربها وأشارت إلى أنه بات مؤكدا أن قيادة الروسية ترى أنه من غير المقبول سياسيا التنازل عن بخمود جاتبارها أحد المكاسب الروسية القليلة في الأشهر الاثنى عشر الماضية انتقدت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال ذخيرة عنقضية مثيرة للجدل إلى أوكرانيا وترى روسيا أن الخطوة الأمريكية الأخيرة تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة وسط اعتراض أوروبي وانتقادات واسعة ضد استخدام الأسلحة المحرمة دوليا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بقنابل عنقضية وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخطوة التي لاقت انتقاد منظمات دولية جاءت في وقت تحاول فيه قوات كييف التقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهور لاستعادة أراضي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها وتخوف من تأثير استخدام مثل هذه الأسلحة في الأزمة الأوكرانية عارضت برلين القرار الأمريكي رغم استخدامها له في الماضي لأول مرة ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وذلك لما قد يخلفه من مأساة إنسانية لعقود بعد انتهاء الحرب بريطانيا الرئيسة السابقة لمعاهدة أصل الدولية التي تحذر استخدام أو تخزين الأسلحة العنقودية رفضت تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة مؤكدة مواصلة دعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بعيدا عن خرق المعاهدة الدولية روسيا اعتبرت قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية دليل ضعف على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد بحسب اعتقادها مشيرة إلى أنه لن يؤثر على مصار الأعمال العسكرية في أوكرانيا الدخائر العنقودية المثيرة للجدل والمحضورة من قبل أكثر من مئة دولة تعد خطر طويل المدى لا سيما في المناطق المستهدفة من قبل حيث أن ما بين 10 إلى 40 بالمئة من تلك الدخائر لا تنفجر بعد إطلاقها وهو ما يمثل خطرا كبيرا على المدنيين في مناطق تواجدها فمن منظور عسكري تثبت هذه القنابل فعالية إلى حد كبير عند استخدامها ضد القوات البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة مما يجعل المناطق الشاسعة خطيرة للغاية إلى حد قد يحول دون السير فيها إلا بعد تطهيرها بعناية فلا يعد استخدام القنابل العنقودية في حد ذاته انتهاكا للقانون الدولي لكن عدم اتخاذ الاحتياطات لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين يمكن أن يكون انتهاكا جسيما ترجمة نانسي قنقر 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 وزار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصين الشهر الماضي في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسية أمريكية منذ تولي بايدن الرئاسة ومن المتوقع أيضا أن يزور مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري الصين هذا الشهر يأتي الجهد الدبلوماسي الأمريكي قبل اجتماعا محتمل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصينية شيجينبينغ في قمة مجموعة العشرين في سبتمبر المقبل في نيو ديلهي واجتماع التعاون الاقتصادي لأسيا والمحيط الهادي المقرر يعقده في نوفمبر في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة عرض محافظ البنك المركزي الفرانسي فرانسوا فيلروي دوغالو اقتراحا من بعض خبراء الاقتصاد الفرانسيين برفع المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي للتضخم والبالغ حاليا 2% كان كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي أوليفي بلانشار قد دعا منذ فترة إلى رفع التضخم المستهدف عن 2% قائلا إن مبرر ذلك هو أن زيادة المرونة التي ستقدمها تلك الخطوة للاقتصاد ستفوق التكلفة قالت وكلت بلومبرغ إنه على الرغم من أن المستثمرين مدينون بالفضل لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في استقرار الوضع بعد رئيسة الوزراء السابقة فإن صبر المستثمرين شارف على النفاذ يأتي ذلك فيما أشارت بيانات إلى توقعات قاتمة تنتظر بريطانيا مع استمرار تضخم وتراجع نمو الاقتصاد ثمت مشكلات وتوقعات قاتمة تلوح في الأفق بشأن التضخم ونمو الاقتصاد البريطاني الذي يعاني تدهورا بالفعل مقارنة بدول مجموعة السبع الأخرى وزير المالية جيرمي هانت من المقرر أن يعلن عن قواعد جديدة لسوق رأس المال في محاولة لزيادة جاذبية الخدمات المالية التي تضررت بشدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فالوقت ذاته يواجه المستهلكون تشاؤم نفسه الذي يشعر به المستثمرون فقد تصل أسعار الفائدة إلى 7% وهو ما يعني معاناة كبيرة لأصحاب القروض العقارية والحكومة في آن واحد كذلك يفقد المواطنون ثقتهم في منظومتهم الصحية العريقة الممولة من الضرائب وهناك مخاوف من أن تؤدي الإضرابات المتتالية لمراقب الحركة الجوية إلى التأثير سلبا على عطلتهم الصيفية وكان مسح اقتصادي قد كشف أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني خلال شهر يونيو الماضي وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة حيث أظهرت قراءة أولية أن مؤشر مدير المشتريات المركب لستاندرد أند بورز جلوبل الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحولية هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر متأثرا بالتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ يناير في ظل صعوبات تواجه المصانع اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي بلونو لومير أنه من الممكن أن يطور الاتحاد الأوروبي في غضون خمس سنوات بنامج ذكاء اصطناحي محسن خاص به سيسهم في تحسين انتاجات الاقتصاد وسبق أن أكد وزير الاقتصاد الفرنسي حاجة الاتحاد الأوروبي للاستثمار والابتكار من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعية قبل تنظيم التقانيات الأمريكية التي تهدد التكتل بفقدان استقلاليته ووفق البرلمان الأوروبي في يونيو على مشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعية ويأمن الاتحاد الأوروبي في الانتهاء قبل نهاية العام من أول لائحة في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذا القطاع الاستراتيجي نحن الآن في مدرسة الكريهية والكريهية المرحلة وإذا لا نقوم باستثمر الآن سوف نتعود إلى مدرسة أكبرية أكبرية كريهية يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا اليوم في زيارة قصيرة يكتمع خلالها مع رئيس الوزراء ريتيج سوناك يناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز ذلك قبل قمة حلف شمال الأطلنطية المقبلة وبعد الاجتماع يغادر بايدن وبعد سوناك بريطانيا ويتوجهان إلى ليتوانيا للانضمام لباقي قادة دول حلف شمال الأطلنطي وذلك في قمة الحلف من المتوقع بعد ذلك أن يسافر بايدن إلى فنلندا للقاء زعماء دول الشمال أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها ضد الشارع الفرنسي بعد أيام من أعمال عنف وشغب لم تجهدها المدن الفرنسية منذ عشرين عاما حيث نظمت نحو ثلاثين مظاهرة ضد عنف الشرطة في عدد من المدن الفرنسية وتعهدت رئيسة الوزراء اليدزابيس بورين بتعزيز نشر الوسائل الأمنية لحماية الفرنسيين في يوم العيد الوطني للبلاد الذي يوافق الرابع عشر من يوليو الجاري الشارع الفرنسي تحدى الحكومة بتنظيم احتجاجات على عنف الشرطة رغم قرار بحضرها احتجاجات دفعت الحكومة للإعلان عن عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال عنف وشغب في المدن الفرنسية لم يشهدها البلد منذ عشرين عاما وفي أعقاب التظاهرات تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيس بورين برصد وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين في يوم العيد الوطني الذي يوافق الرابع عشر من يوليو الجاري وسعياً لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل أعلنت بورين بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثير الشغب ضد قوات حفظ النظام ومن التدابير التي تدرسها الحكومة أيضاً فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاماً برصاص شرطي خلال تدقيق مروري دفعت الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل إعادة فرض نظام مستدام أولوية مطلقة وأطلق مقتل الفتى في 27 يونيو في ضحية باريس موجة من أعمال العنف استمرت خمسة ليال في مدن فرنسية كانت غير مسبوقة منذ عام 2005 وألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن ودعت نحو مائة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى مسيرات للمواطنين للتعبير عن الحداد والغضب والتنديد بالسياسات التي تعد تمييزية ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بإصلاح للشرطة من جهتها نددت الحكومة بهذه الدعوات إلى التظاهر في المدن الكبرى التي لم تتعافى بعد من أعمال التخريب وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد احتجت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب رحب الاتحاد الأوروبي بالمعلومات التي تفيد بأن الولايات المتحدة حققت التدمير الكامل لمخزونها من الأسلحة الكيميائية المتبقي قال الممثل السامي لأشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إنه تم الانتهاء من تصفية المخزون الكيميائي قبل الموعد المحدد له في شهر سبتمبر المقبل بطريقة آمنة وسليمة بيئية وأشهد الاتحاد الأوروبي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريقها في الموقع للتحقق من التدمير لعلمهم المهني في هذا السياق واضح الاتحاد أن الانتهاء من أعمال التدمير يمثل خطوة هامة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بعد 25 عاما من دخولها إلى حيز التنفيذ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصت دولة على إنجاح مخططاتها لتنمية المنطقة الاقتصادية للمثالث الذهبية لما تتمتع به من مقاومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوي وخلال اللقاه الجيلوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثالث الذهبية وذلك بمقار الحكومة في مدينة العالمين الجديدة وجه مدبولي بأن يتم التركيز على إحدى المناطق في سفاجة كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثالث الذهبية بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة للبدء في تنفيذ خطة المرافق خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إلغاء منهج اكتشف لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023-2024 وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن موضحة أن منهج اكتشف لطلاب الصفوف الابتدائية كما هو دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق حيث يساعد على تنمية مهارات الإبداع والتواصل لداء الطالب ويعمل على دمج تخصصات مختلفة مثل العلوم والرياضيات والدراسات واللغة العربية في شكل موضوعات دراسية تتناول مجموعة من المعارف والمهارات والقضايا التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج التعلم هذا ونشد المركز أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات مع استقصاء أو استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية انطلقت اليوم أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لمدينة رأس غارب الصحية شمال البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حيا كريمة وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر الدكتور أحمد الصاوي أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان ب255 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 34 فحصا معمليا و3 فحصات بالآشعة والسنار كما تم إجراء 27 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة شهدت نهال والبع نائب محافظ البحيرة بمجمع دمنهور ثقافي تسليم أولى دفعات السيارات الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة وتستهدف المبادرة الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة النتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة هذا وتنشد نائب محافظ البحيرة المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسرعة التقدم لانتهاء أو لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة واستلام شهادة تخريد السيارة للاستفادة من مبايزات المبادرة واستلمنا الحمد لله والإجراءات كانت ماشى كويس في سلاسة إجراءات سهلة خالص وكانت ميسرة يعني ميسرة لأي مواطن يقوم بيها وطبعا المبادرة بتوفر عربية مجهزة بالغاز الطبيعي وبالبنزين في نفس الوقت انطلقت فعليات تنظيف قاع البحر من المخلفات بالميناء الشرقي للأسكندرية بمشاركة مجموعة من الغواصين تحت رعاية وزارة البيئة وأصفرت الحملة عن استخراج كمية كبيرة من الأخشاب والأكياس البلاستيكية والزجاجات من قاع البحر والتي تهدد الثروة السمكية وتضر بالبيئة البحرية احنا بنعمل حاجة يعني يمكن نقول عليها هي خاصة بالبيئة شوية وتنظيف قاع الميناء الشرقي في مدينة اسكندرية وكاننا محتاجين أولا ان احنا نعمل حاجة زي دي عشان نقول للناس ونوعي الناس كلها ان فعلا ان احنا نحد من ان احنا نرمي وراء او نرمي كياس او نرمي اي مخلفات في البحر احنا عندنا مصر تتمتع بمسطحات مائية كبيرة جدا نحافظ عليها نحافظ على الصروة السمكية اعتقد هذا المستقبل بتاع بلدنا افتتح محافظة الأسكندرية مشروعة تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بحي الشرق بعد ان تم الانتهاء من المشروع بالكامل واوضح المحافظ ان المشروع سيحدث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة حيث يعد محورا مروريا هاما يقدم قطاعا كبيرا من مواطن الأسكندرية لافتا الى ان مشروع رصف شارع الترعة المردومة سيتم خلال المرحلة المقبلة بدأت الحكومة العراقية حملة واسعة لزراعة غابات من أشجار المنجروف في السهولة الطينية في جنوب البلاد في إطار حربها المستمرة لمواجهة التغيرات المناخية يهدف المشروع لزراعة أكثر من أربعة ملايين شتلة من أشجار المنجروف بتمويل من هيئات حكومية ودولية وبدعم من البنك الدولي هنا في جنوب العراق يزرع المهندس الزراعي أيمن الرباعي شتلات أشجار المنجروف لمواجهة التغيرات المناخية ومن خلفه يبدو الضرار البيئي واضحا من خلال أعمدة دخان من مصنع للبيترو كيمويات قرب حقل الزبير النفطي يعمل الرباعي في مشروع بدأته هيئات تابعة للحكومة العراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة لزراعة ما يصل إلى أربعة ملايين شجرة منجروف بمنطقة السهولة الطينية في خور الزبير التي تقع على مقربة من حقول نفط كبيرة نبحث عن نباتات ممكن تقاوم الظروف القاسية التي نمر بها ممكن نستعيد الغضاء النباتي بطريقة مبتكرة لا نعتمد على كميات المياه التي بدأت تتقل المياه السقي هذا أدى إلى استقدام نباتات ممكن تعيش على السواحل هذا الموضوع كلش مهم بالنسبة للبيئة مهم بالنسبة للمناطق اللي جاي نستثمرها مناطق مصائد الأسماك حيث أنه هذه المصائد مهمة جدا تأثر بالأمن الغذائي منظر طبيعي شكلها سهول تينية مترامية الأطراف جنوب البصرة يغطيها ماء وملح وطين وسماء ضبابية تمر وسطها قنوات يتنقل عبرها الرباعي وفريقه بقوارب لأداء مهمته ويأمل الرباعي أن يكون ما يقوم به جزءا مما سيصبح غابة أشجار منجاروف تحمي الساحل وتأوي كائنات معرضة للخطر وتكافح تغير المناخ وبحسب البنك الدولي فقد زادت عن الضعف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العراق خلال العقد الماضي مما يجعله بين الأشد تلويثا للبيئة في المنطقة قياسا لحجم الاقتصاد الهدف الأساسي من المشروع هو سراعة 4 ملايين شجرة من نبات المنغروف الرمادي أفسينا مارينا وتأتي هذه التجربة بعد نجاح التجربة في عدد من دول المنطقة ونذكر منها الكويت أو الإمارات وإن شاء الله تكون النتائج المتحققة والمتحصلة على أرض الواقع مشابهة للمنطقة التي تشابه البيئة بصورة عامة ودرجاتها من ناحية درجات حرارة وكذلك من ناحية نوع التربة المخطط الذي استلهم من مشاريع ناجحة لإصلاح غابات المنغروف في الكويت والإمارات يهدف إلى حماية تلك المنطقة الساحلية من العواصف والفيضانات وإتاحة موطن جديد للكائنات المهددة دون استخدام أي من المياه العطبة النادرة للري في العراق بالإضافة إلى الهدف الرئيسي والمتمثل في إصلاح الضرر البيئي الذي أفسده الإنسان بأدوات من الطبيعة لم يقترب منها التغيير بأذى مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لعدد من المستشارين ويؤكد أهمية دول القضاء وهيئتين نيابة الإدارية وقضاء الدولة في إرساء العدالة مدبول يشهد بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة استفافة عشرين مركزاً تكنولوجياً متنقلاً للتقديم الخدمات الحكومية ويوجه بحملة إعلامية لتعريف المواطن بأهمية المراكز روسيا تدعو الناتو لمناقشة ملف محطة زيابوريتجا في قمته القادمة وكياف تؤكد أن المفاعل الأخير بالمحطة يشكل خطراً متزايداً مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكككم على طيب المتابعة في تمام السادسة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر